اشتركوا في القناة في دروس الدورة العلمية العامة الأولى لهذا العام 1440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم المنعقدة في رحاب بيت الله الحرام وقف بنا الحديث ليلة البارحة عند سابع الفروق وهو الفرق بين المحالي والممتنع نبدأ مستعينين بالله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين الفرق بين المحال والممتنع الممتنع اسم الفاعل من الامتناع وهو ضرورة اقتضاء الذات عدم الوجود الخارجي والممتنع والمحال بينهما توافق في عدم إمكان التحقق الفرق بين المحال والممتنع وبالدرجة الأولى فهذا تفريق في الصلاح منطقي بين المحال والممتنع وإلا فلغة كلاهما مما لا يمكن وقوعه ولهذا قال التوافق بينهما في عدم إمكان التحقق فالمحال غير ممكن الوقوع والممتنع مثله والفرق شيء واحد هو في إمكان التصور الذهني فالمحال لا يمكن تصوره حتى بالعقل لا يتأتى كاجتماع الضدين أو النقيضين في محل واحد وحال واحدة وزمان واحد كأن تقول في شيء واحد في الوقت نفسه يجتمع فيه نقيضان تقول الحياة والموت الحركة والسكون البياض والسواد في شيء واحد في آن واحد في موقع واحد هذا حتى ذهنيا ما يتصور هذا ماذا يسمى؟ محالا أما الممكن تصوره ذهنيا لكنه غير ممكن الوقوع يسمى ممتنعا ويفرق بينهما بأن المحال لا يجوز كونه أي حصوله ولا تصوره كالجمع بين الضدين في حال واحدة أما الممتنع فلا يجوز كونه ولكن يجوز تصوره في الذهن وذلك مثل قولك للرجل عش أبدا لن يعيش أبدا هذا ممتنع لأنه لا يمكن وقوعه لكنه ذهنيا متصور ولهذا فإنه واقع في الجنة غير واقع في الدنيا فهو ممتنع في الدنيا جائز الوقوع في الجنة في الآخرة فهو ليس محالا ذهنا وليس مستبعدا بعدم تصوره في الذهن فيصنف هذا في الممتنع وليس في المحال الفرق بين الضد والنقيض كثير من الناس يستخدم هذين المصطلحين على سبيل الترادف وليس كذلك فيتساهل فيقول هذا ضد هذا أو هذا نقيض ذاك إن بينما الضد يختلف عن النقيض في الآتي ذكره بعد قليل يشتبهان في شيء واحد وهو أنه لا يمكن اجتماع الضدين كما لا يمكن اجتماع النقيضين في المحل الواحد في الزمان الواحد لكن الفرق بينهما في الارتفاع وليس في الاجتماع يقال في النقيضين لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما معا في آن واحد كالموت والحياة الشيء إما ميت وإما حي لن يجتمع موت وحياة في موضع واحد في حال واحد لكنهم أيضا لا يرتفعان معا فالشيء لا حي ولا ميت فإذا النقيضان لا بد من وقوع أحدهما وارتفاع الآخر فقولنا لا بد من وقوع أحدهما ينفي الاجتماع وقولنا لا بد من وقوع الآخر ينفي الارتفاع وأما الضدان فلا يجتمعا لكن يمكن ارتفاعهما معا كالبيض والسواد هما ضدان وليس نقيضين فالشيء لن يكون أبيض وأسود في آن واحد لا يجتمعان لكن قد يرتفعا فلا يكون أبيض ولا أسود يكون شيئا آخر هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى ضدان نعم الضد اصطلاحا واحد الضدين والضدان صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد يستحيل اجتماعهما وقد يترافعان يستحيل اجتماعهما لكن قد يرتفعان وقد يرتفعان كالسواد والبياض والمقابلة بين ضدين هي المقابلة بين أمرين وجوديين بينهما غاية المنافاة لا يتوقف إدراك أحدهما على إدراك الآخر النقيض اصطلاحا رفع القضية فإذا قلنا كل إنسان حيوان بالضرورة فنقيضها إنه ليس كذلك يعني نقيض الإثبات نفي ونقيض النفي إثبات نقيض الوجود عدم ونقيض العدم وجود نقيض الموت حياة ونقيض الحياة موت وهكذا ومقابلة النقيضين هي المقابلة بين السلب والإيجاب نعم أما الضدان فالمقابلة بينهما بين أمرين وجوديين وليس بين أحد بين طرفين وجود وعدم أما النقيضان فالمقابلة بين السلب وإيجاب لأن أحدهما إثبات والآخر نفيون ويتفق النقيضان والضدان والمثلان في عدم إمكان الجمع نعم عندما أقول نقيضان أو ضدان فوجه الجمع بينهما والشبه أنهما لا يجتمعان عدم إمكان الجمع لكن فرقه فيما تقدم سابقا هو في الارتفاع وليس في الاجتماع والفرق بين النقيضين والضدين جواز الارتفاع في الضدين دون النقيضين فإن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان معا كالعدم والوجود أما الضدان فلا يجتمعان ولكن قد يرتفعان كالسواد والبياض والفرق بين الضد والنقيض هو أن الضد أعم من النقيض فكل نقيض ضد وليس كل ضد نقيضا بل هو أعم من أن يكون نقيضا أو غيره كل نقيض ضد لأن المضادة بين شيئين ماذا تعني؟ عدم الاجتماع وهذا صادق في النقيضين فلما أقول كل نقيض ضد هذا صحيح ولكن ليس كل ضد نقيضا قد يكون نقيضا وقد لا يكون فأيهما هو الأعم؟ الضد أعم من النقيض لأنهما يجتمعان في عدم جواز الاجتماع ويختص النقيض زيادة بأنه أيضا لا يجوز فيه الارتفاع معا في العين الواحدة أو الموضع الواحد في آن واحد فوجه الجمع بين الضدين والنقيضين هو هذا ووجه الافتراق عدم الاجتماع بينهما هو وجه الشبه وعدم الارتفاع هو الذي يختلف فيه النقيض عن الضد الفرق بين المكروه وخلاف الأولى يتفقان في مضمون الخطاب الطالب للترك فيهما أنه طلب غير جازب ما حكم ترك سنة الفجر؟ طيب سأبدأ بسؤال قبل هذا ما حكم صلاة ركعتي الفجر؟ سنة مؤكدة ما حكم تركها؟ ما حكم صلاة الضحى؟ ما حكم الوتر؟ ما حكم تركها؟ طيب متى أقول مكروه؟ ومتى أقول خلاف الأولى؟ هذا اصطلاح والذي يقرره من الأصوليين الشافعية أكثر من غيرهم فإنهم يفرقون بين المكروه وخلاف الأولى نعم يتفقان يتفقان في مضمون الخطاب الطالب للترك فيهما أنه طلب غير جازب ويفترقان في أن الخطاب الطالب للترك طلبا غير جازب نقول طلبا غير جازب لأن خطاب الطلب للترك إن كان جازما فهذا حرام لكن نقول خطاب طلب الترك إن كان غير جازب فإن كان مقصودا بالنهي فهذا مكروه وإن كان غير مقصود بالنهي فهو خلاف الأولى ما حكم إتيان المسجد لصلاة الجماعة لمن أكل ثوما أو بصلا؟ ليش نقول مكروه؟ لأن النهي جاء مقصودا من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا هذا وليقعد في بيته فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم نعم ويفترقان في أن الخطاب الطالب للترك طلبا غير جازم إن كان مدلولا عليه بالتنصيص على النهي فهو الكراهة وإن كان غير منصوص عليه بل استفيد النهي بطريق غير مباشر فهو خلاف الأولى طيب هل نستطيع أن نقول خلاف الأولى من أقسام المكروه؟ الآن إذا قلنا إن المكروه إن كان النهي عنه لقصده لذاته أو إن كان لنهي غير مباشر فيكون بهذا مندرجا تحت المكروه فالمكروه إن كان مقصودا بالنهي فهو مكروه وإن استفيد النهي بطريق غير مباشر فهو خلاف الأولى أعطيك التفريق بطريق أسهل لا يقولون خلاف الأولى فيما وجد فيه نص بعينه بل إن كان تركا لشيء من المشروعات قالوا خلاف الأولى هل ترك سنة من السنن يسمى مكروه؟ هل ترك سنة من السنن يسمى مكروه؟ هل خلاف السنة في موضع من المواضع يسمى مكروه؟ طيب ما حكم صوم يوم عرفة للحاج؟ هل نقول يكره للحاج أن يصوم يوم عرفة؟ نحن متفقون على أن الصوم سنة لغير الحاج وأن السنة للحاج السنة للحاج الإفطار طيب ركز معي هكذا نقرر فقها السنة للحاج أن يفطر يوم عرفة طيب ما حكم مخالفة هذه السنة بالصوم؟ أعطيتك مثالا الآن لمخالفة سنة في موضع محدد فيسمونه خلاف الأولى وأعطيتك مثالا لترك عمل سنة كصلاة الضحى ويسمونها خلاف الأولى يقول الزركشي رحمه الله صوم عرفة للحاج خلاف الأولى لا مكروه وكذا الحجامة للصائم إن لم نقل تفطر على القول بأن الحجامة غير مفطرة فما حكمها للصائم؟ خلاف الأولى وكذا تفصيل أعضاء العقيقة على القول بأن نزع أعضائها من غير تكسير هو السنة فيكون خلاف ذلك خلاف الأولى يقول الجويني رحمه الله إمام الحرمين كما نقل عنه الزركشي يقول إنما يقال أعطانا ضابطا مهما في مسألة ترك السنن هل كل سنة تترك نقول عنها خلاف الأولى؟ هل كل سنة نتركها نعتبرها مكروها؟ يسمع كلام إمام الحرمين يقول رحمه الله إنما يقال ترك الأولى إذا كان منضبطا كالضحى وقيام الليل وما لا تحديد له ولا ضابط له من المندوبات لا يسمى تركه مكروها وإلا لكان الإنسان في كل وقت ملابسا للمكروهات الكثيرة لو كان كل سنة نتركها نعتبرها مكروها لكنا واقع في المكروهات طوال الوقت يقول من حيث إنه لم يصل ركعتين ولم يعد مريضا ونحو هذا إذا اعتبرت أن ترك السنن مطلقا تعد كراها يصبح العبد متلبسا بالمكروهات طيلة الوقت فما الضابط؟ يقول ما كان من السنن منضبطا من المشروعات كالضحى وقيام الليل شعن منضبط يعني محدد بوقت وبعدد فتركه يمكن أن تقول خلاف الأولى وربما قال بعض الفقهاء في ذنب ترك السنن إنه مكروه على الترك الدائم فاعتبرون الترك الراتب للسنن مذموما بعينه لا لأنه ترك سنة بل لأنه أسقط السنة تماما فرق بين إنسان يفوت صلاة السنن الراتب أو ولوتر أحيانا وبين من لا يصليها قد ولهذا قال أحمد رحمه الله في الرجل الذي لا يوتر قال ذاك رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة ما يعتبرون الوجوب هذا الذي أدى إلى تفسيقه لكن يرون أن إسقاط السنن جملة هو الموصوف بالكراهم هذا الذي عليه الغالب وهو الراجح لا فرق بين المباح والحلال شرعا إذا قلت هذا مباح وهذا حلال فهذا من سبيل الترادف تقول مباح وجائز وحلال ومطلق وحل مطلق يعني من قيد الفعل أو الترك فلا حرج ولا ثواب ولا عقاب في الترك ولا في الفعل فلهذا سموه المطلق يعني المطلق من أي حكم في فعل أو في ترك فالمباح والجائز والحلال والحل والمطلق تطلق على سبيل الترادف قالوا هذا لا فرق به عند الأصوليين ومن فرق فرق لغويا أكثر من التفريق الشرعي يقول العسكري وأبو هلال في الفروق اللغوية له يقول الحلال هو المباح الذي علم إباحته من الشرعي والمباح لا يعتبر فيه ذلك فتقول المشي في السوق مباح ولا تقول حلال من يعيد هذه ماشي في السوق حلال ولا مباح ليش مباح لا ليس كذا لا إش قال أبو هلال العسكري ماذا قال أبو هلال العسكري في التفريق بين المباح والحلال ها ليش نعم يقول ما ثبتت إباحته بالشرع يسمى حلال وأما ما لا يعتبر فيه حكم الشرع فيسمى مباحا يعني ما كان فيه الأصل في العادات يقال فيه إباح ولا يقال فيه حلال يا إخوة هذا تفريق لغوي أما عند الغصوليين فمن فرق فبالتفريق الذي ذكره هنا نعم ولكن فرقوا بينهما بأن بينهما عموما وخصوصا مطلقا فكل مباح حلال وليس كل حلال مباح فالحلال أعم من حيث كونه وصفا للمحكوم ووجه كونه أعم من المباح هو أن المباح فيه زيادة قيد وهذا القيد هو ارتفاع كل أشكال الحظر أما الحلال فلا يلزم فيه إلا ارتفاع التحريم فلو بقي الحظر مع ارتفاع التحريم لم يخرج عن كونه حلالا ولكنه في ذات الوقت محظور غير مباح طيب هذا على التفريق أن الحلال أعم من المباح فكل مباح حلال وليس كل حلال مباح قال الفرق أن المباح فيه زيادة قيد هو ارتفاع كل أشكال الحظر ولكن قد يكون حلالا من حيث الجملة ولا يلزم فيه ارتفاع التحريم لوصف أو لحال فيبقى مع الحظر غير حلال ولهذا يقولون الحلال ضد الحرام والمباح ضد المباح ضد المحظور فالمحظور الممنوع والمباح المأذون فيه هذا التفريق هو عند من يرى التفريق وإن كان الأعم كما تقدم على التسوية بينهما الحادي عشر الفرق بين السبب والشرط والمانع هذه الثلاثة يدرسها طلبة العلم كثيرا في الكلام عن الأحكام الشرعية الوضعية باعتبار أن الشرع وضعها علامات للأحكام التكليفية فمثلا الحكم التكليفي وجوب صلاة الظهر يرتبط بحكم وضعي سبب وهو زوال الشمس عن كبد السماء ويرتبط بشرط وهو تحصيل الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وإزالة النجاسة ودخول الوقت وما إلى ذلك ويرتبط هذا الحكم أيضا وهو وجوب صلاة الظهر بانتفاء مانع وهو عدم الحيض أو النفاس بالنسبة للمرأة فتأمل معي الحكم واحد وهو وجوب صلاة الظهر انظر كيف حفه الشارع بجملة من الأحكام الشرعية فزوال الشمس عن كبد السماء حكم شرعي من جعل هذا سببا للوجوب؟ الشرع إذن هو حكم شرعي سميناه سببا فكان زوال الشمس سببا لوجوب صلاة الظهر ومن الذي جعل الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة ودخول من جعلها شروطا للوجوب لصحة الصلاة؟ الشرع هو الذي جعلها شروطا فسميناها أحكاما شرعية ومن الذي جعل الحيض مانعا والنفاس مانعا من وجوب الصلاة في حق المرأة؟ إذن كلها أحكام شرعية تأتي تارة أسبابا وتأتي شروطا وتأتي من الذي جعل المانع مانعا والسبب سببا والشرطا شرطا؟ إذن هي أحكام أحكام شرعية لا تتعلق بالمكلف هل مطلوب منك أيها المكلف شيء يختص بزوال الشمس؟ هل مطلوب منك شرط من شروط الوجوب؟ هل مطلوب منك شرط؟ هل مطلوب منك تحصيل مانع أو دفعه؟ الجواب لا وعندئذ فهذه لا تسمى أحكاما تكليفية لأنها لا يتوجه فيها إلى المكلف خطاب لكن في ماذا تهم المكلف؟ لا يتم له امتثال التكليف الذي أمره الله به إلا بمراعاة ماذا؟ اجتماع الشروط والأسباب وانتفاء الموانع فسميناها أحكاما شرعية يبقى التفريق هنا ما الفرق بين السبب والشرط والمانع في وجوب الزكاة في المال بلوغ النصاب سبب لوجوب الزكاة وحوالان الحول شرط والدين مانع حتى أفهم التفريق وجود الدين في ذمة مال المزكي مانع من وجوب الزكاة على القول بأن الدين إذا استغرق المال أو إذا استغرق النصاب أسقط الوجوب هذا مثال متى أقول عن هذا سبب ومتى أقول عنه شرط ومتى أقول مانع لماذا سمينا هذا سببا وهذا شرطا وهذا مانعا؟ نعم السبب في الإصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته خذ مثال الصلاة مرة أخرى طلوع الفجر بالنسبة لصلاة الفجر أو زوال الشمس بالنسبة لصلاة الظهر يلزم من وجوده وجود يلزم من زوال الشمس وجوب نحن نتكلم عن حكم سبب مع حكم سبب ومسبب المسبب هو الحكم الذي يترتب على السبب السبب زوال الشمس طلوع الفجر غروب الشمس غروب الشفق هذه أسباب لوجوب صلاة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء فإذا قلنا مثالا لصلاة الظهر زوال الشمس سبب ما الحكم الذي ارتبط بهذا السبب؟ وجوب صلاة الظهر لن تجب صلاة الظهر إلا إذا زالت الشمس طيب فإذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر إذا ما زالت الشمس إذن يلزم من وجود السبب وجود المسبب ويلزم من عدم السبب عدم المسبب فإن وجد السبب وجد وإن عدم عدم ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم طيب والشرط في الإصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجوده طيب قارن بين السطرين بنظرك في ماذا يشترك الشرط مع السبب في العدم يلزم من عدمه العدم وفي ماذا يختلفان في الوجود خذ مثالا للطهارة شرط لصحة الصلاة طيب هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة لا لكن يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة فيلزم من عدمه العدم ولكن لا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم لذاته نعم والشرط في الإصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته مع كونه خارجاً عن الماهية والمانع في الإصطلاح ما يلزم من وجوده العدم مثل الحيض بالنسبة للمرأة في الصلاة يلزم من وجود الحيض عدم وجوب الصلاة طيب ويلزم من عدم الحيض لا لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم طيب في ماذا يشارك المانع الشرط لا ما يشاركه في شيء يختلف تماماً المانع ضده عكسه تماماً الشرط لا يتم الحكم إلا به يلزم من عدمه العدم والمانع بالعكس يلزم من وجوده العدم في الشرط نقول لا يلزم من وجوده وجود وهنا نقول لا يلزم من عدمه وجود المانع شيء يمنع من الحكم كالحيض بالنسبة للمرأة في الصلاة فإن وجد الحيض ما يلزم من وجوده عدم إن وجد الحيض عدم وجوب الصلاة طيب وإن عدم الحيض إمرأة طاهر ليست حالة هل يجب عليها الصلاة؟ لا قد لا يكون وقت الصلاة فلا تجب عليها لا يلزم من عدم المانع وجود ولا عدم لذاته نعم وتتفق وتتفق هذه والمانع في الإصطلاح ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته وتتفق هذه الثلاثة في كون كل منها من المقدمات الضرورية للامتثال إما وجودا أو عدما والفرق بينها يظهر عند معرفة الجانب المعتبر من كل منها وبيان ذلك أن المعتبر من المانع وجوده إيش يعني المعتبر؟ لا يقول المعتبر من المانع وجوده والمعتبر إيش يعني المعتبر؟ المؤثر المؤثر في الحكم يعني متى يكون المانع مؤثر عند وجوده نعم والمعتبر من المانع وجوده والمعتبر من المانع وجوده والمعتبر من الشرط عدمه متى يؤثر الشرط؟ عند عدمه نعم والمعتبر من السبب وجوده وعدمه المعتبر من السبب الوجود والعدم فإن وجد الحكم وإن عدم عدم فالسبب مؤثر في الحالين والعدم مؤثر في حال الوجود والشرط مؤثر في حال العدم إفهم هكذا بالعكس المانع مؤثر في حال وجوده والشرط مؤثر في حال عدمه والسبب مؤثر في الحالين وجودا وعدما ومن أوجه الفرق بين السبب والشرط أن السبب يحتاج إليه في حدوث المسبب ولا يحتاج إليه في بقائه وجوامه أما الشرط فيحتاج إليه حال وجود المشروط وبقائه كليهما والنسبة بين السبب والشرط المباينة المطلقة طيب نحتاج إلى السبب في البداية ولا نحتاج إليها في البقاء والدوام زوال الشمس خلاص إذا وجدت وجبة الصلاة ولا نحتاج إلى دوام السبب لدوام الحكم لكن الشرط نحتاجه أن يستمر نقول الطهارة طيب بدأ صلاة ومتطهر أن انتقض الطهارته ما نقول تكفي الطهارة التي ابتدأ بها فلابد في الشرط من استمراره لاستمرار المشروط وإذا فقد أثر الفرق بين السبب والعلة العلة في الإصطلاح طيب فإذا نختم بها السبب والشرط والمانع هل يصح أن نقول إن عدم المانع شرط تأمل هل نقول عدم الحيض شرط لوجوب الصلاة بالنسبة للمرأة وجد السبب طيب فنقول عدم الحيض هل يصح هكذا عدم الحيض بالنسبة للمرأة شرط ليش لا طيب جميل يقول القرف رحمه الله لم أجد فقيها إلا وهو يقول عدم المانع شرط ولا يفرق بين عدم المانع والشرط يقول وهذا ليس صحيحا بل الفرق بينهما يظهر بتقرير قاعدة أن كل مشكوك فيه ملغا في الشريعة فإذا شككنا في السبب لم يرتب عليه حكما إلى آخر ما قال أطال رحمه الله في تقرير أن عدم المانع ليس شرطا طيب هب أننا قلنا عدم الحيض شرط لوجوب الصلاة ليست حائضا لكنها نفساء وجد مانع آخر هل تقول كل مانعين يشترط عدمه حتى يجب فإذا شرطنا عدم الموانع كلها ماذا لو فقدنا شرطا آخر فلا يستقيم دوما أن نقول عدم المانع شرط ولهذا يقول القرافي عدم المانع ليس شرطا طيب الفرق بين السبب والعل الفرق بين السبب والعل العلة في الإصطلاح الوصف الظاهر المنضبط المناسب لتشريع الحكم السبب تقدم قبل قليل ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم كزوال الشمس كمثلا كما قلنا حوالان الحول بالنسبة للمال المزكي إذا بلغ نصابا العلة الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم حرمت الشريعة الخمرا شربها وبيعها وكذا الوصف المناسب لتحريم الخمر هو الإسكار حصول السكر وزوال العقل هو الوصف المناسب للتحريم هذا يسمى علة فيقال علة تحريم الخمر هي الإسكار إذن العلة هي وصف ظاهر منضبط يربط به الحكم هذا الوصف يسمى علة في باب القياس يهتم الأصوليون بذكر العلة لأنها ركن القياس الأكبر ولأنها هي المدار الذي يدور عليه قياس القائسين أو القياسين فأحيانا في باب القياس يطلقون بتساهل السبب ما كان العلة والعلة ما كان السبب بقدر من التساهل فيه لكن بين السبب والعلة فرق على من يقول بالتفريق بينهما أما الفرق بين السبب والعلة فللأصوليين في وقوع الفرق اتجاهان أحدها لم ير فرقا بين السبب والعلة والآخر رأي المفرقين بينهما أما بيان الفرق على القول بالتباين بينهما أن السبب يختص فيما ليس بينه وبين الحكم مناسبه أما العلة فهي الوصف المناسب لتشريع الحكم يقول الفرق بين السبب والعلة هو المناسبة هل هناك مناسبة لزوال الشمس مناسبة بين زوال الشمس ووجوب صلاة الظهر في معنى يدركه العقل مناسبا ما فيه لولا أن الله قال إذا زالت الشمس صلوا الظهر ما صلينا ولا ربطنا بين هذا وذا ليس هناك معنى مناسب يدرك عقلا لكن بين تحريم الخمر وعلة الإسكار فيه معنى معقول مناسب هذه المناسبة توجد في العلة أو في السبب في العلة إذن يقولون هذا فرق في السبب لا يختص بوجود مناسبة بينه وبين الحكم لكن العلة يشترط المناسبة ولهذا يعتبرون من وجوه القدح في القياس كون الأوصاف المذكورة في العلة غير مناسبة وغير مؤثرة فيرفضها المخالف في المسألة عند المناظرة يقول ما ذكرته وصفا لا يا صلح ويبدأ في إبداء النقض لما أبداه علة نعم على القول بأن بينهما عموما وخصوصا مطلقا السبب أعم في مذلوله من العلة فالسبب يشمل الأسباب التي ترد في المعاملات والعقوبات ويشمل العلة التي في باب القياس فكل علة سبب وليس كل سبب علة فإذا كانت المناسبة بين الوصف وربط الحكم به مما تدركه عقولنا فيسمى الوصف علة وسببا أما إذا كانت المناسبة مما لا تدركه عقولنا فيسمى الوصف سببا فقط نعم وتقدم هذا وكذلك يفترقان في أن المعلولة متأخر عن العلة بلا واسطة ولا شرط المعلول متأخر عن العلة عندي إسكار وعندي تحريم وخمر أيهما يأتي قبل الآخر يعني خلاص عرفنا الخمر حرام لأنها مسكرة وجدنا مشروبا طعاما فاكهة وجدنا شيئا آخر غير الخمر فيه إسكار فنقول هو حرام أيهما يسبق العلة أو الحكم نعم يقول المعلول متأخر عن العلة بلا واسطة وبلا شرط فإذا وجدت العلة يأتي المعلول وهو الحكم إذن أيهما يسبق العلة تأتي أولا ويتوقف ويتوقف الحكم على وجوده أما السبب فإنما يقتضي الحكم بواسطة أو وسائط في العلة لا يتأخر الحكم يوجد الإسكار يوجد التحريم معه في السبب قد يحتاج إلى واسطة أو وسائط بين السبب والحكم نعم ولذلك ولذلك يتراخى الحكم عنه طيب زالت الشمس ستجب صلاة الظهر لكنه يحتاج يتوضأ ويستقبل قبلة ويسترعورته ويحتاج أن يتأكد من انتفاء الموانع يوجد السبب لكن الحكم لا ينعقد مباشرة حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع ولذلك يتراخى الحكم عنه حتى توجد الشروط وتنتفي الموانع أما العلة لا يتراخى الحكم عنها وأن العلة لا يجب تكرارها أما السبب فقد يجب تكراره ولهذا كان الإقرار سببا للحد لأنه يتكرر نعم الثالث عشر الفرق بين العلل الشرعية والعلل العقلية العلل الشرعية هي العلل التي يضاف الحكم الشرعي إليها العلل الشرعية يا إخوة نستخدمها في الأحكام الشرعية نقول علة جريان الربا في الذهب والفضة مثلا الثمانية أو النقدية أو الوزن والعلة في جريان الربا في البر والشعير والتمر والملح التي نص عليها الحديث هي الطعم أو تقول هي الكين أو تقول هي الإقتيات والادخار إذا أوجدت علة فإنها شرعية بمعنى أنها وصف مناسب للحكم وبالتالي فما لم يذكر في الحديث يقاس عليه فقاس الأرز وهو غير مذكور في الحديث وقاس الذرة والدخن والفول وبعض المطعمات التي لم ينص عليها الحديث لأنها في معنى ما ذكر في الحديث استنادا إلى العلة العلل الشرعية يضاف إليها الأحكام الشرعية وتؤثر فيها ونعدي بها الأحكام العلل العقلية هي تشبه العلل الشرعية من حيث وجود علة ومعلول فقط لكنها عقلية لا شرعية يعني حتى لوما وجد دليله في الشريعة يستوي فيها المسلم والكافر يقولون كالكسر للانكسار أكسر الشيء فينكسر الكسر علة الانكسار لماذا انكسر الزجاج؟ لأنك كسرت فكان الكسر علة والانكسار هذه علة عقلية الحرق والاحتراق تحرق الشيء فيحترق هذه علة عقلية وتلك شرعية العلل الشرعية هي العلل التي يضاف الحكم الشرعي إليها وتؤثر فيه ولا يتراخى عنها ذلك الحكم كالبيع المطلق لملك المبيع والقتل للقصاص نعم القتل علة لوجوب القصاص البيع علة لوجود الملك فيه بالنسبة للمشتري ملك المبيع العلل العقلية هي ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجاً مؤثراً فيه مثل العلم للعالمية العلم للعالمية وجود العلم حتى يكون الشخص عالماً نعم وتتفق العلل الشرعية والعلل العقلية في توقف معلولي معلوليهما عليهما ولكن قد تختلفان نعم كلاهما يستلزم معلولاً طالما هي علة لا بد أن يتبعها معلولاً شرعية كانت أو عقلية ولكن ولكن قد تختلفان وتفترقان من وجوه أخرى من ذلك أن من صفة العلة الشرعية تقدمها على الحكم والحكم يعقوبها ولا يقارنها بخلاف العلل العقلية وقيل في الفرق بينهما إن العقلية من موجبات العقول والشرعية ليست من موجباته بل هي أمارات في الظاهر نعم يقولون العقلية علل موجبة والشرعية ليست موجبة بل علامات ودلالات يعني لولا أن الشرع رتب الحكم عليها لما قلنا بالتحريم ومعلومون أن الحكم الشرعية ليس إلى العقل بل إلى حكم الشارع نعم الفرق بين أجزاء العلة والعلل المجتمعة هذا في القياس فرق بين من يستخدم في القياس علة واحدة مركبة من أجزاء فيكون الوصف الواحد منها جزءا من العلة وبين ما نعلل الحكم الواحد بعلل مجتمعة فيكون الوصف الواحد علة مستقلة كاملة كاملة يخرج القتل الخطأ إذن ليس مجرد كونه قتلا بل قتل موصوف بالعمد طيب قد يكون قتل عمد ولا يجب قصاص إذن ما يستخدم آلة غير محددة مثقلة وفيها خلاف بين الفقهاء فعندما نتكلم عن وصف ذي أجزاء الجزء الواحد يسمى جزء العلة لكن لما أقول لك ما العلة التي أوجبت نقضى طهارتك قد تقول النوم علة وتقول البو العلة وتقول مس الزكر علة وتقول أكل لحم الإبل كما يقول الحنابل علة الآن هل هذه أجزاء لعلة واحدة أو كل واحد منها علة قائمة بذاته هذا الفرق بين العلة للمجتمع وأجزاء العلة أجزاء العلة جزءها إذا غاب أثر لأن العلة أصبحت ناقصة أما العلة للمجتمع إذا غاب واحد لا يؤثر قد تكون إلى خراوان جودة فيبطى الحكم لوجود علة أخرى سواه نعم تشابه أجزاء العلة تشابه أجزاء العلة تشابه أجزاء العلة العلة للمجتمعة تشابه أجزاء العلة العلل المجتمعة من حيث تعلق الحكم بمتعدد من حيث تعلق الحكم بمتعدد وقد وضع العلماء ضابطا يفرق بين أجزاء العلة والعلل المجتمعة فقالوا إذا ورد الحكم عقيب أوصاف ينظر إن كان صاحب الشرع رتب ذلك الحكم مع كل وصف منها إذا انفرد فهي علل مجتمعة مثل علل نقض الطهارة فيها النوم وفيها مس الزكر وفيها البول وفيها القائط وفيها أكل لحم الإبل هذه كلها تعتبر علل مجتمعة وإن وجدنا صاحب الشرع لا يرتب الحكم مع كل واحد منها بمفرده فهي علة واحدة مركبة من تلك الأوصاف تقول في القصاص قتل عمد عدوان بمحدد تقول في الريبة الكيل مع الطعم أو الطعم مع الاقتيات والادخار أو غير ذلك حسب ما يقوله الفقيه المجتهد تقول في علة حد السرقة أخذ مال خفية من حرز مثله فهذا وصف مجتمع من مجموعة أصاف هي أجزاء لأنه لو أخذ المال خفية من غير حرز ما يسمى سرقة لو أخذ المال من حرزه لكن في وضح النهار لا يسمى سرقة ولهذا اختلفوا في النباش الذي يسرق الكفن من القبور لا يسمى سارقا وقالوا أيضا من يأخذ المال خلصة من وسط الناس في السوق فأدخل يده في جيب أحد لا يسمى سرقة هذه كلها قيود فهذه القيود هي أجزاء للعلة وليس كل جزء منها علة وحده الفرق بين الشروط اللغوية والشروط الشرعية والعقلية تماما كما قلنا الفرق بين العيلة العقلية والعيلة الشرعية جئنا إلى الشروط الشرط شرط سواء كان في اللغة في اللغة أنت تستخدم أدوات الشرط إن تجتهد تنجح فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى من عمل صالحا فلنفسه هذه علل عفوا هذه الشروط اللغوية وتأتي شرعية إذا رتب الشرع عليها شيئا الشرط الطهارة والمشروط صحة الصلاة وهكذا وقد تكون شروطا عقلية أيضا نعم تشترك الشروط اللغوية مع غيرها من الشروط العقلي من الشروط الشرعية والعقلية في إطلاق لفظ الشرط عليها ولكنها تختلف عنها اختلافا كبيرا من الفروق بينهم أولا الشرط اللغوي يتوقف حدود مشروطه على وجود شرطه ووجود شرطه يقتضيه بينما الشروط الأخرى يتوقف وجود مشروطها على وجودها ولا يقتضي وجود الشرط وجود المشروط نعم في الشرط اللغوي إن وجد الشرط لا بد من وجود الجواب لكن في الشرط الشرعي كما تقدم لا يلزم من وجوده وجود لكن يلزم من عدمه العدم كما في الطهارة بالنسبة للصلاة في الشرط اللغوي لا يلزم بل التلازم وجود يلزم من وجود المشروط وجود الشرط ويتوقف عليه ووجود الشرط لا بد من وجود جوابه يعني لا يصح لغة أن تقول إن تذاكر وتسكت تقول مهما تفعل وتسكت في وجود اللغة لا بد من وجود الشرط مع مشروطه ويسمونه في اللغة جواب الشرط نعم ثانيا أن الشروط اللغوية يمكن التعويض عنها وإبدال مقتضاها أما الشروط العقلية فلا تقبل البدل ثالثا أن الشروط اللغوية تقبل الإبطال الشروط العقلية يخوى كسائر كل شيء يدرك بالعقل يعني من شرط الحركة الحياة فالميت لا يتحرك هذا عقلا ويستوي فيه العقلة لا علاقة لهذا بدين ولا لغة ولا ثقافة ولا حضارة هذه أمور عقلية يستوي فيها البشر جميعا أما الشروط العقلية فلا تقبل الإبطال أما الشروط الشرعية فقد تقبل الإبطال فإن الشارع قد يبطل شرطية الطهارة بالماء عند وجود عذر أو غيره كالضرر من ملامسته أو عند عدمه أصلا نعم السادس عشر الفرق بين الإجزاء والصحة الصحة عند المتكلمين ما وافق الأمر وعند الفقهاء ما أسقط القضاء واختلف الفريقان في وضع لفظ الصحة هل يضعونه لما وافق الأمر سواء وجب القضاء أو لم يجب أو لما لا يمكن أن يتعقبه قضاء والإجزاء هو كون الفعل كافيا في الخروج عن عهدة التكليف وقيل ما أسقط القضاء طيب لما يقول الفقهاء حج الصبي قبل البلوغي صحيح غير مجزء إيش يعني؟ يعني من حيث الصحة صحيح شرعا لكن ما معنى غير مجزء؟ نعم معناه أنه إذا بلغ وجب عليه أن يحج حجة الإسلام طيب هل عدم الإجزاء هنا يعني نفي الصحة؟ ممتاز هل الصحة والإجزاء مترادفان؟ لما ضح أبو بردة رضي الله عنه بعناق قال يا رسول الله ليس لنا غيرها قال تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك أراد بالإجزاء هناك الصحة من هنا وقع نظر الفقهاء والأصوليين هل الصحة هي الإجزاء؟ أم بينهم اختلاف؟ قال الصحة عند المتكلمين يقصدون بالمتكلمين هنا في الغالب المعتزلة من أهل الأصول فإنهم إذا قرروا مسألة في مسائل الأصول وانفردوا بها قيل هذا مذهب المتكلمين قالوا الصحة ما وافق الأمر وعند الفقهاء الصحة ما أسقط القضاء متى أقول عن عبادة يؤديها المكلف؟ إنها صحيحة؟ قالوا إذا لم يطالب بقضائها طيب صلى يظن نفسه متطهرا يظن ثم تذكر أنه على غير طهار يجب عليه قضاء الصلاة؟ نعم سيعيد الصلاة يتوضى ويعيد الصلاة إذن صلاته عند الفقهاء غير صحيحة لأنهم يقولون ما الصحيح؟ ما أسقط القضاء عند المتكلمين صحيحة ليش؟ لأنه وافق الأمر ألم يكن مأموراً بأن يصلي متطهراً؟ وهو ظن نفسه متطهراً لما صلى فالصلاة التي أداها كانت موافقة للأمر أو غير موافقة إذن هي صحيحة هذا تفريق اصطلاحي فالصلاة فالصحيح عند المتكلمين ما وافق الأمر وعند الفقهاء ما أسقط القضاء قال واختلف الفريقان في وضع لفظ الصحة هل يوضع لما وافق الأمر سواء وجب القضاء أو لم يجب؟ أو لما لا يمكن أن يتعقبه قضاء كما هي طريقة المتكلمين ثم قال الإجزاء كون الفعل كافياً في الخروج عن عهدة التكليف يعني أدى ما تبرأ به الذم وقيل الإجزاء ما أسقط القضاء وفرق وفرق بعض الأصوليين بينهما بأن الصحة أعم من الإجزاء لاحظ هذا بعض الأصوليين وإلا فبعضهم يذهب إلى العكس كما يقدره غير واحد كالغزار مثلاً والزركش في البحر يقررون العكس أن الإجزاء أعم من الصحة وبعضهم يقول الصحة أعم من الإجزاء فالعقود توصف بالصحة ولا توصف بالإجزاء هذا مثال للتفريق في الصلاة أنا أقول صلاة صحيحة وصلاة مجزية طيب في عقد البيع هل أقول عقد بيع صحيح وعقد مجزئ؟ لا في العقود ماذا أقول؟ في الصحة في العقود نصف بالصحة ولا نصف بالإجزاء وبالتالي فأي لصفين أعم؟ الصحة من الإجزاء الصحة لأن تدخل في العبادات والمعاملات أما الإجزاء فلا يأتي إلا في العبادات فقط وكذلك النوافل من العبادات كذلك النوافل يقولون على هذا المذهب لا توصف بالإجزاء ما تقول وطر مجزئ ونافلة مجزئة تقول صحيحة أو غير صحيحة لكن يدخل على هذا مثل الأضحية تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك نعم وإنما يوصف بالإجزاء ما كان واجبا وذهب جمهور الأصوليين إلى أن الإجزاء يشمل العبادة الواجبة والمستحبة وذهب الزركشي إلى أن الإجزاء أعم يقول الغزال للفائدة يقول الغزال رحمه الله بعد أن ذكر هذا الخلاف يقول يتخرج على الخلاف من قطع صلاته لأجل غريق فهي صحيحة عند المتكلمين باطلة عند الفقهاء ثم قال اعلم أن الفرق بين الصحة والإجزاء واقع من حيث الجملة لأن الصحة في العقود دون الإجزاء لأنه لا يصدق إلا في العبادة وله إشعار بالوجوب يعني وصف الصحة كأنه مرتبط بالوجوب فيبعد أن يقال في صلاة النفل إنها مجزئة من حيث إنها نفل غير واجبة بالشروع أو في صدقة التطوع إنها مجزئة ثم قال أما الفرق بين إجزاء العبادة وصحتها فصعب هذا يقوله من؟ الغزالي فيما نقلوا عنه الزركشي يقول لأن كل عبادة صحيحة عند الفقهاء مجزئة وكل عبادة مجزئة صحيحة فيعسر الفرق ثم قال وجميع المباحث والأسئلة الواردة على أحد البابين واردة في الآخر وعلى هذا التقدير يعسر جعلهما بحثين أو مسألتين إلى آخر ما قال رحمه الله نعم الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبع اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولا بل عدى بعض الباحثين إلى أربعين قولا وزيادة المقصود هنا يا كرام حديث الأحرف السبعة الذي تواتر في السنة ثبوته فهو من المتواتر لما قال عليه الصلاة والسلام فيما نزل به جبريل عليه السلام أنزل القرآن على سبعة أحرف كل حرف منها شاف كاف غير ما حديث تواتر الطرقه وألفاظه فهو في عداد المتواتر الذي لا يقبل نقضى أن القرآن أنزل على سبعة أحرف هذه واحدة الثانية ظلت صحابة يقرؤون بهذه الأحرف المتفاوتة وربما أثار هذا إشكالا عند بعضهم كقصة عمر رضي الله عنه لما سمع هشاب بن حكيم يقرأ في سورة الفرقان وهو في الصلاة فتركه حتى أتم صلاته ثم أخذه بتلابيبه فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستنكرا قراءته التي سمع فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ فقرأ فأقره صلى الله عليه وسلم على ما سمع وأقرأ عمر على ما سمع وقال أقرأوا كما علمتم وأقرأ عليه الصلاة والسلام صحة قراءة كل منهما وأن القرآن نزل على سبعة أحرف هذا كله يثبت لك أن الأحرف السبعة التي نزلت كانت واسعة وكانت بحيث لا يعرف الصحابة أو كبار الصحابة لا يعرف كل الأحرف ويخفى على مثل عمر بعضها وأنه لما جاء زمن عثمان رضي الله عنه ووقعت قصة جمع المصاحف وهو الجمع الثاني بعد الجمع الذي كان في زمن أبي بكر رضي الله عن الجميع عمد عثمان رضي الله عنه إلى كتابة المصاحف ونسخها والبعث بها إلى الأمصار فبعث مصحفا إلى مكة ومصحفا إلى الشام وثالثا إلى البصرة ورابعا إلى الكوفة قيل وخامسا إلى البحرين وقيل إلى مصر وأبقى مصحفا عنده بالمدينة سمي بمصحف الإمام هذه المصاحف التي بعثها الخليفة عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار أمر بإلزام الناس بالقراءة بما فيها وأمر بترك ما سواها وأمر بحرق سائر الصحف التي كان بعض الصحابة كتب فيها شيئا من القرآن وألزم الناس بالاقتصار على ما ورد هذا الصنيع الذي أجمعت الأمة عليه ولا سبيل إلى القدح فيه ولا الطعن ولا إلى المناقشة فيه جعل الاقتصار الذي بقيت عليه الأمة من ذلك اليوم إلى اليوم أنه ليس على كل الأحرف السبعة بل على بعضها واضح؟ طيب إلى هنا مفهوم أن الأحرف السبعة ساعة ورحمة من الله نزل بها القرآن تخفيفاً على قبائل العرب وعلى شعوبها وعلى اختلاف ألسنتها ولهجاتها ثم كان زمن عثمان رضي الله عنه فكان الجمع اقتصاراً على بعض الأحرف السبعة على بعض الأحرف السبعة إلى هنا لم يظهر بعد مصطلح القراءات السبع حتى جاء زمن ابن مجاهد رحمه الله وكان القراء من الصحابة والتابعين يهتمون بالإقراءة والإقراءة ويرتحلون في تحصيد تلك القراءات والأحرف من أصحابها الذين انتصبوا للإقراءة وتصدّوا له ثم كان كسائر العلوم الشرعية التوجه إلى إفراد ذلك بتصنيف وجمعها في كتب مصنفات فصنفوا في القراءات الثمان والعشر والعشرين والثلاثين يجمعون قراءات مشاهير قراء الأمصار قراءة فلان وفلان وفلان لما جاء ابن مجاهد وألف كتابه القراءات السبع واقتصر فيها على سبعة من القراء اختارهم لشهرتهم وإمامتهم مقارنة بقراء ذلك الجيل ثم تتابع الناس وألفوا في القراءات السبع ثم تقاربت الاتجاهات والاختيارات على هؤلاء السبعة فظهر مصطلح القراءات السبع حتى تقادمت الأجيال وتقدمت الأعصار وبعد العهد فربط كثير من الناس الأحرف السبعة بالقراءات السبعة ووجه التشابه والعدد لا غير سبعة وسبعة فظنوا أن الأحرف السبعة هي القراءة السبعة وأننا إذا قلنا ما عد القراءة السبع كأننا خرجنا عن الأحرف السبع وبينهما فرق كبير فاحتاجوا أيضا إلى التفريق بينهما فيما يذكرها هنا نعم اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولا فقيل إن المراد سبعة أوجهم من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة قال القرطبي رحمه الله وهو الذي عليه أكثر أهل العلم وقيل هي سبع لغات في القرآن على لغات العربي كلها يمنها ونزارها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجهل شيئا منها وكان قد أوتي جوامع الكلم وقيل غير ذلك سبعة أوجه من المعاني المتقاربة يقولون هو كقولك للرجل هلم وتعالى وأقبل وإلي والمعنى واحد فيقول الأحرف السبعة معناها هكذا فهل كان القرآن يقرأ في بعض آياته وسوره بتبديل ألفاظ مكان ألفاظ من قبيل هلم وتعالى وأقبل وإلي هكذا يمكن أن يقال على تفسير الأحرف السبعة بأنها معاني متقاربة وقيل بل هي لغات سبعة من لغات العرب قريش وهذيل وتميم وطيء ونحوها فلما كان زمن جمع المصحف الأول في خلافة أبي بكر رضي الله عنه واستدعى الأمين الثقة زيد بن ثابت كاتب الوحي قال له اكتب على لغة قريش فجمع ذلك وترك ما عدها من اللغات واقتصرت مراحل التدوين على هذا النوع من الأحرف السبعة دون ما عدها والذي عليه القراء وهو أقرب إلى توجيه ما عليه القراءات السبعة اليوم موأمة بينها وبينما وجد في مصحف عثمان لأنه يفسر معنى الأحرف وقريبا منها أن الأحرف السبعة هي الوجوه التي تختلف فيها القراءة ثم حاولوا حصر هذه الوجوه التي تختلف فيها القراءة بين حرف وحرف فقيل الاختلاف بين تذكير وتأنيث وتقديم وتأخير وإبدال وحذف وزيادة ونقص ونحو هذا هي مقاربة واجتهادات لا زالت ليس فيها قول يقطع به بأنه هو المراد بالأحرف السبعة والعلم عند الله وأما الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبعة فهو أن القراءات السبعة هي التي تنسب للقراءة السبعة ليس هي الأحرف السبعة التي اتسع الصحابة في القراءة بها وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من تلك الأحرف السبعة وهو الذي جمع عليه عثمان رضي الله عنه المصحفة فيصدق أن يقال إن القراءات السبعة اليوم بل والثلاثة المتممة للعشرة باعتبارها متواترة كلها هي جزء من الأحرف السبعة بل بعضهم يقول هي حرف من السبعة وأما الذي ترك فأكثر من الذي بقي فيقول قائل كيف فعل الناس هذا وكيف قبلت الأمة أن تتنازل عن شيء من أحرف القرآن فيقال أولا هذا إجماع ولا سبيل إلى الخوض فيه وثانيا أن الوضع والحالة والمصلحة كانت تستدعي آنذاك التخلي عن بعض وجوه الأحرف في المقابل الحفاظ على القرآن وصونه من اللبس والخطأ والتحريف الذي حمل عثمان رضي الله عنه على جمع المصحف وتدوينه والبعث به إلى الأمصار فاقتصرت الناس منذ ذلك الزمان على قراءات الآئمة السبعة نافع المدني وابن كثير المكي وبعمر البصري وابن عامر الشامي وعاصم وحمزة والكساي الكوفيين ثم أضافوا الثلاثة أبا جعفر المدني ويعقوبا الحضرمي وخلافا الكوفي أيضا هذا الجمع هو اجتهاد في محاولة جمع قراءة مشاهيد القراء التي استمرت واستمرت الإجازة بها والإسناد إليها إلى زمان الناس هذا نعم الفرق بين مسألة إحداث قول ثالث ومسألة لا يجوز الفصل بين مسألتين هذه ترد في مسائل الإجماع الإجماع يغلق الباب دون قول غير الذي أجمعت عليه الأم فإذا عقد الإجماع أغلق الباب هل من الإجماع أن يطوى جيل في الأمة في مسألة على قولين وبالتالي فالإجماع هنا ضمني أنه إذا أجمعوا على قولين فإن إحداث قول ثالث يكون خروجا عن الإجماع فمثلا اختلفوا في مسألة توريث الجد مع الإخوة على قولين إما أن الجد يحجب الإخوة وإما أن يشاركهم الإرث هل يجوز لمجتهد يؤديه اجتاد إلى القول بقول ثالث أن الإخوة يحجبون الجد مثلا هذا القول يعتبرونه خرقا للإجماع أين إجماع وهم على خلاف الإجماع في الجملة على أن الخلاف لا يخرج عن هذين القولين فهو ليس إجماعا على قول بل إجماع طبعا قد يقول قائل كيف إجماع على خلاف الإجماع هنا ضمني أن القولين الذين انعقد عليهم قول الأمة يجعلوا يجعلوا إحداث قول ثالث غير جائز ليش؟ قالوا لنفس المأخذ الذي حرم خرق الإجماع لأجله ما هو المأخذ؟ أن الأمة لا تجمع على ضلالة وأن يأتي جيل في الأمة لاحق يستدرك خطأا فات على الأمة كلها في جيل من الأجيال هذا محال فإذا توالت الأمة أجيال في الأمة أجيال على قولين في المسألة ثم نفترض أن جيلا يأتي في الزمان الرابع أو الخامس أو العاشر في الأمة فيحدث قولا جديدا يؤدي هذا في مضمونه إلى غياب هذا الذي نظنه أو نزعمه حقا غاب عن جيل وثاني وثالث في الأمة السابق وهذا هو القادح في مسألة إحداثه هذه مسألة إحداث قول ثالث أما الفصل بين مسألتين فهي مسألة أخرى عندما يتفق أهل الجيل على التسوية بين مسألتين فهل يجوز لمن بعدهم أن يفصل بين المسألتين كل مسألة على حدة وجه الاشتباه أنها قولين وثالث ومسألتين ويجمع بينها في مسألة واحدة نعم ذكر الأصوليون في مصنفاتهم مسألة إذا اختلف أهل العصر الأول في قضية على قولين فهل لمن بعدهم إحداث قول ثالث أي هل يعتبر ذلك في قوة إجماع إجماع من العصر الأول على عدم القول الثالث وعلى امتناع الأخذ به أو لا يعتبر وذكروا مسألة أخرى وهي إذا لم يفصلوا أو يفصلوا بين مسألتين فهل لمن يأتي بعدهم من المجتهدين القول بالتفصيل والمسألتان متشابهتان إلا أن الفرق بينهما هو أن المسألة الثانية مفروضة فيما إذا كان محل الحكم متعددا لأنها مسألتان أما مسألة إحداث قول ثالث فهي فيما إذا كان محل الحكم متحدا نعم قولان أو ثلاثة في مسألة واحدة التاسع عشر الفرق بين القياس الأصولي والقياس المنطقي القياس الأصولي كلنا يعرفه قياس فرع على أصل في حكم لعلة مشتركة في المثال الافتراضي الذائع في الأصول قياس النبيذ على الخمر في التحريم بوجامع الإسكار المشترك بينهما وتقول في المثال الأدق قياس الأرز على البر في تحريم التفاضل في البيعي وإلا كان ربا الحديث ما ذكر الأرز ذكر البر والشعير فيقاس الأرز على البر والشعير فالأصل هو البر أو الشعير والفرع هو الأرز والحكم وتحريم الربا والعلة المشتركة كون كل منهما مطعوما مكيلا ونحو هذا هذا القياس الأصولي ويسمى القياس الفقهي القياس المنطقي هو ما يستعمله المناطق ثم لما تعامل الناس مع علم المنطقي وما عربوه من كتبهم وجدوا هذا الوجه من الشبه كل منهما يسمى قياسا القياس الذي وضعه حكماء اليونان أرسطو وأفلاطون وغيرهم عمدوا فيه إلى تقنين استخدام العقل في إقامة الأدلة في البراهين في إثبات الحجر وهو أنواع كثيرة القياس المنطقي وله صور متعددة من أي سريها القياس المنطقي هو ترتيب ثلاثة حدود مقدمتين ونتيجة مقدم صغرى ثم مقدم كبرى تركب إحداهما على الأخرى فنخرج بالنتيجة تقول مثلا سقراط إنسان هذه مقدم صغرى وكل إنسان فان هذه مقدمة كبرى تقول كل إنسان سقراط إنسان وكل إنسان فان إذن فالنتيجة سقراط فان يقولون العالم مخلوق وكل مخلوق حادث العالم حادث وكل حادث مخلوق فالعالم مخلوق وقس على هذا أمثلة كثيرة تأتي بمقدمة صغرى ومقدمة كبرى ونتيجة قد يقول إنسان يعني هذا تحصل حاصل كلام واضح هذا ضرب مثال بالواضح حتى تستعمله في غير الواضح فإذا فهمت الطريقة تأتى لك هي حقيقة نوع من ميزان للعقول هذا القياس المنطقي هو نظام مثل قوانين الرياضيات والكيمياء هي معادلات لكنها عقلية تبني بعضها على بعض تقود إلى النتائج من أحكمها وتمرس فيها كان له من القدرة العقلية على تركيب الأدلة وإثبات البراهين والوصول إلى الحقائق وترتيب النتائج بطريقة أقدر من غيره عليه فيها في القياس الأصولي ليس كذلك أبدا ولا يشبه القياس المنطقي إلا في اسمه بل إن المناطق يسمون القياس الأصولي والفقهي قياس التمثيل يقولون نحن في القياس المنطقي نستخدم مقدمات صغرى وكبرى للوصول إلى كليات ونتائج لكنكم في القياس الأصولي والفقهي القياس الشرعي تأتون لمسألة جزئية مجهولة الحكم ثم تأتون إلى مسألة جزئية أخرى معلومة الحكم تربطون هذه بتلك ثم تعطونها حكمة وتعدونها إليها فما تجاوزتم أن أعطيتم حكم جزئي معلوم لحكم جزئي مجهول لوجه شبه هذا الشبه هو تمثيل بين أصر وفرع فيسمون هذا قياس التمثيل لأنك مثلت شيئا بشيء وجعلته مثله وعديت الحكم إليه المناطق يا كرام دعني أقول يزرون بالقياس الأصولي ويرونه بعيفا هشا وأنه ليس من القوة والمتانة بمكان ولهذا يعتبرون القياس الشرعي ضعيفا وبعض المحققين كشيخ الإسلام لما ينقذوا المناطقة في استعمالهم لأدوات الحجج والبراهين يقول بل غاية ما في القياس المنطقي هو كذلك والقياس الشرعي والأصول والفقه في جوهره وفلسفته وحقيقته يستقدم الآلية ذاتها التي يقوم عليها القياس المنطقي نعم حاصل القياس في نظر الأصوليين يرجع إلى الاستدلال بحكم شيء على شيء آخر من غير أن يكون أحدهما أعم من الآخر نعم قسنا الأرز على البر وليس لأن البر أعم وقسنا النبيذ على الخمر ولا وجه لعموم أحدهما وخصوص الآخر نعم أما حاصل القياس في نظر المنطقيين فهو الاستدلال بحكم العام على حكم الخاص ويرجع إلى المقدمات والنتائج التي تتولد منها وبناء على ذلك فالفرق بينهما هو أن القياس على الإصطلاح الأصولي يسمى عند المنطقيين قياس التمثيل أو قياس الفقهاء وهو أحد الأذلة المتفق عليها عند الجمهور التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهذا القياس عند المحققين لا فرق بينه وبين القياس المنطقي في الحقيقة فالنتيجة المتحصلة من قياس التمثيل يمكن تمثيلها بقياس منطقي لأنك كلما جعلت الفرع فيه حدا أصغر والأصل حدا أكبر والعلة حدا أوسط كان قياسا اقترانيا من الشكل الأول لأن القياس المنطقي قياس اقتراني وقياس استثنائي ثم كل منهما له صور وأشكال نعم الفرق بين قياس الشبه والقياس بغلبة الأشباه هذان مصطلحان أيضا يأتيان في القياس واعتمدنا الحقيقة في هذه المذكرة في الفروق الأصولية أن نأتي بفروق في المقدمات في التعريفات في المصطلحات قياس فروق في القياس فروق في الإجماع فروق في عدة أبواب حتى تكون الدورة على وجهزتها آتية على أبواب شتى قياس الشبه هو عندما يكون الوصف المستعمل في القياس لا يحمل مناسبة بينه وبين الحكم ولكن ثم تشبه بينه وبينما وعهد من الشارع الالتفات إليه في جنس حكمه هو مرتبة بين الوصف المؤثر المناسب وبين الوصف الطردي الذي لا أثر له واضح فقياس الشبه مرتبة وسط أما قياس غلبة الأشباه فأن تأتي بفرع يشبه أكثر من أصل يشبه هذا الأصل في كذا ويشبه هذا الأصل في كذا فأنت تعطيه حكم الشبه الأكبر ونقول قياس غلبة الأشباه له شبه باثنين أو ثلاثة فننظر أيهما أشد شبها به فنلحقه ونسميه غلبة الأشباه اختلف في تعريف الشبه والذي عليه أكثر المحققين هو أنه الوصف الذي لا تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام ولكن أُلف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام فهو دون المناسب وفوق الطردي إذا ذكرت الأوصاف في التعليل في باب القياس أقواها الوصف المؤثر ويسمونه المناسب أن يكون بين الوصف والحكم مناسبة وتأثير واضح كما نقول في علة الإسكار لتحريم الخمر هذه وصف مناسب مؤثر بل ربما كان الوصف منصوصا عليه إنما جعل الاستئذان من أجل البصر في توزيع المال في الفيء يقول الله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وقال عليه الصلاة والسلام لشعبة وقال عليه الصلاة والسلام وقد هوى أحد الصحابة للنزع خفيق قال دعهما فإني أدخلتهم للمغيرة الشعبة قال دعهما فإني أدخلتهم طاهرتين فمسح عليهما قال في سؤر الهرة وهو يسأل عن طهارتها قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات إنها ليست بنجس هذا وصف مناسب والضعيف عند الأصولين حتى يرفضه بعض الفقهاء الوصف الطردي أن يوجد الحكم لوجود العلة من غير ما مناسبة الطرد وجود مع وجود أو وجود عند وجود مع العدم عند العدم هذا الطرد يقولون لاغن غير معتبر يأتي بين الوصف المناسب في الأعلى وبين الوصف الطردي في الأسفل مرتبة في الوسط هي قياس الشبه ليس فيه الوقف الوقوف على تأثير واضح وليس فيه الطرد أيضاً المطلق بل عهد من الشارع الالتفات إلى مثله في جنس الأحكام وليس مناسباً بالضرورة كما هو في الوصف المناسب نعم ولأجل شبه بكل منهما سمي الشبه وسمي القياس الناتج عن ذلك قياس الشبه وأما قياس غلبة الأشباه فهو أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبهاً في الصفات التي تعتبر مناطاً للحكم سواء في الحكم أو في الصورة والفرق بينهما هو أن الوصف في قياس الشبه متردد بين المناسبة والطردية ومن هنا اشتبه بكل منهما أما الوصف في قياس غلبة الأشباه فثابت مناسبته ولكنه متردد بين أصلين كل منهما مناسب ولا تتطرق إليه الطردية بوجه من الوجوه يضربون مثالاً لقياس غلبة الأشباه مثالاً دارجاً في كتب الأصول بمسألة العبد هل هو يشبه البهيمة في الجناية عليه أم هو يشبه الحر في وجوب الدية في قتله فإذا قلت إنه إنسان مكلف له ذمة مستقلة تتعلق بها الأحكام يشبه الحر والحر إذا قتل وجبت فيه الدية أو تقول إنه متاع يباع ويشترى كالسلع والدواب والبهائم وهذه إذا أتلفت فلا تجب فيها إلا القيمة فهل في الجناية على العبد دية أو قيمة العبد الاختلاف في هذا القياس عندما ينظر فإذا قال الفقه أنا أرى أنه إلى المتاع والسلع والبهائم في كون سلعة تباع وتشترى أقرب أعطاه حكمها فأوجب فيه القيمة ومن قال هو بالحر أشبه الحاصل في هذا العمل ما هو هو قياس غلبة الأشباه وليس قياس الشبه نعم الفرق بين العلة القاصرة والتعليل بالمحل العلة القاصرة هي العلة التي لا توجد في غير محل النص كوصف الخمر إذا قلنا بأن الخمر خاص بما عصر من العنب على صورة خاصة لما نقول علة قاصرة عن غير متعدية غير متعدية يعني لا ينتفع منها في إثبات الحكم في محل سواها لماذا حرم الشارع في الذهب والفضة التفاضل واعتبره ربا في بيع كل منهما بجنسه قالوا العلة هي النقدية والثمانية طيب هذه العلة غير موجودة في شيء آخر لا يوجد في الألمونيوم ولا في النحاس ولا في اللؤلؤ ولا في المرجاء ما في غيرها من المعادن يتحقق فيها معنى النقدية والثمانية إلى زمان الناس هذا إذن هذه علة قاصرة معنى قاصرة لا توجد في غير محل النص كمن قال في تحريم الخمر إنها خمر يعني العلة في تحريم الخمر أنها خمر والخمر عصير العنب خاصة وبالتالي فأي خمر يصنع أو أي مشروب مسكر يصنع من غير العنب لا يكون كذلك لأن العلة كونها خمر والخمر لا تسميه العرب خمرا إلا ذا كان من العنب نعم والتعليل بالمحل هو التعليل بوصف اجتمل عليه محل النص وقد وضع اللفظ له كوصف البرية بما هي برية في البر العلة القاصرة والمحل يشتبهان في كون كل منهما وصفا مستقلا في الأصل ولذلك فرع بعض الأصوليين التعليل بالمحل على التعليل بالعلة القاصرة وخرجوه عليه نظرا لهذا التشابه بينهما ولكن مع ذلك فرقوا بينهما من حيث صورة ومعنى كل منهما وبيان ذلك أن الفرق بين المحل والعلة القاصرة ليس من حيث جواز التعليل بأحدهما بل من حيث الصورة والمعنى وهو أن العلة القاصرة قد تكون وصفا اجتمل عليه محل النص لم يوضع اللفظ له بينما المحل هو ما وضع اللفظ له طيب على كل حال هما يشتبهان في أن التعليل بالمحل والتعليل بالعلة القاصرة لا يجوز التعليل بهما ولا استعمالهما في القياس لكن من حيث الصورة والمعنى أن العلة القاصرة ربما كانت وصفا اجتمل عليه محل النص إذن محل النص هو الموضع والعلة القاصرة وصف فيه بينما المحل هو المكان يعني أنت لما تعلل الربا في البر بالبرية أنت ذكرت وصفا في المحل وعندما تعلل الخمر بأنها خمر أنت عللت بعلة قاصرة وهذا التفريق يسير ودقيق بينهما نعم الفرق بين تحقيق المناط وتخريجه وتنقيحه في العيلة يا كرام تسمى العلة في القياس مناطا ماذا يفعل الأصولي والفقيه إذا لم يجد العلة في النص سأعطيك مثالا يتضح به الثلاثة جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصابه الذعر والهلع لما جام عمراته في رمضان فأتى خائفا فقال يا رسول الله هلقت وأهلكت قال ما بك قال وقعت امرأتي وانا صائب فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة وذكر له مرتبة أمره بعدق رقبة فلما أفاده بعدم قدرته أفتاه بوجوب صيام الشهرين المتتابعين فلما أجابه بعدم قدرته أفتاه بوجوب إطعم ستين مسكينا فلما أجابه بفقره قال انتظر حتى يأتينا شيء من الصدق فلما أتاه أعطاه على كل حال الحديث هنا اجتمل على حكم واحد وهو وجوب الكفارة على من جامع امرأته في نهار رمضان خلاص؟ هذا الحكم واضح يفهمه الفقيه والعامي لكن الفقيه يريد زيادة على ذلك هو تحرير الوصف الذي جاء الحكم من أجله الحديث اجتمل على مجموعة أوصاف سؤال هل كون الصائم أعرابياً له علاقة بالحكم؟ ألغه هل كونه جاء مرعوباً خائفاً له علاقة بالحكم؟ يعني لما يكون مسلم غير أعرابي جامع امرأته يختلف؟ طيب جامع امرأته وهو غير قلق ولا يبالي يؤثر؟ إذن هذه أوصاف نعتبرها غير مؤثرة هذا نسميه تهذيب أو تنقيح هو عبارة عن إزالة الأوصاف غير المؤثرة تنقيح للوصف أو تهذيب للوصف إذن ما هو هذه العملية؟ إزالة الأوصاف غير المؤثرة طيب منتهينا؟ ثم جئنا بعد بعد هذا التنقيح وصلنا إلى أن الوصف المؤثر هو كونه جماعاً فقط فأي يوم مسلم بأي وصف وهيئة وجنسية وبلد إلى آخره وقع منه الجماع في رمضان وجبت الكفار قال الحنفية لا يا حبيبي ليس الجماع هو الوصف المؤثر الوصف المؤثر هو الفطر عمداً في رمضان والجماع صورة له وبالتالي حتى من أكل عمداً أو شرب عمداً في نهار رمضان واجبت عليه الكفار ما الدليل؟ قالوا هو هذا أنت لما أتيت إلى المسألة فوجدت فيها حديث الجماع ظلنت أن الوصف المؤثر هو الجماع هذا أيضاً من تنقيح المنات خلاص؟ طيب ثم ماذا؟ حاول أن تعدي هذا الحكم هذا الوصف إلى موضع آخر أنا لما نزلت صورة المجامع على الآكل عمداً في رمضان هذا يسمونه تخريجاً لما تبني فرعاً على هذا الوصف يسمى تخريجاً إذن هي خطوات كالتالي أولاً تحقيق المنات أن تحقق الوصف المؤثر تنقيحه فماذا تفعل؟ تهذبه من الأوصاف غير المؤثرة تخريجه ماذا تفعل؟ تعديه وتقيس عليه وتبني فرعاً عليه فهي ثلاثة أعمال يقوم بها الفقيه والمجتهد مع العلة والعلة تسمى مناطاً ليش سموها مناطاً؟ قالوا لأنه يناط أي يعلق بها الحكم كأنها علاقة يعلق الحكم عليها فهي ثلاثة أعمال يقوم بها المجتهد مع العلة يحققها، ينقيحها، يخرجها نعم تنقيح المناط في اصطلاح الأصوليين بذل الجهد في تعيين العلة من بين الأوصاف التي أناط الشارع الحكم بها تعيينها من بين الأوصاف يعني تهذيبها وتخريصها من الأوصاف غير المؤثرة إذا ثبت إذا ثبتت ذلك بنص أو إجماع إما بحذف خصوصية عن الاعتبار وإناطة الحكم بالأعم أو عن طريق حذف ما لا دخل له في التأثير والاعتبار والاعتبار بما اقترن به من الأوصاف تخريج المناط استخراج الوصف المناسب لتعليق الحكم من النص لتعليق الحكم من النص أو الإجماع ليجعل علة للحكم وهو القياس المحض تحقيق المناط هو النظر في معرفة وجود العلة في أحد الصورة الفرعية الصور الصور الفرعية التي يراد قياسها على الأصل أو تحقيق العلة المتفق عليها في الفرع وهذه الأمور الثلاثة مختصة بالقياس من حيث التعليل والفرق بينها يكون من جهة تعلق كل منها بالعلة وبيان ذلك أن تنقيح المناط خاص بالعلل التي نص الشارع عليها ولا يوجد تنقيح المناط في العلل المستنبطة لأن العلل المستنبطة يستنبطها المجتهد فكيف يستنبط وبعدين ينقح له من البداية يستنبط علة صافية وإلا لا يستنبط متى يمارس تنقيح العلل في النصوص يأتي النص ثم تنظر إلى أوصاف المؤثرة وتقول هذا هو الوصف من بين الأوصاف أما تحقيق المناط فإنه النظر في وجود العلة في أحد الصور الفرعية التي يراد قياسها على الأصل هل العلة في الربا الموجودة في البر والشعير موجودة في الأرز موجودة في الذرة هل العلة هذه موجودة في الفول موجودة في العدس موجودة في غيري من الأطعمة موجودة في التفاح والرمان والعنم هل كل طعام الخضروات والفواكه هذا يسمى تحقيق المناط في أحد الصور الفرعية سواء كانت علة الأصل منصوصة أو مستنبطة وسواء ثبتت العلة بنص أو إجماع أو بأي مسلك آخر من مسالك العلة وأما تخريج المناط فهو النظر والاجتهاد في استنباط الوصف المناسب للحكم الذي ورد به النص أو الإجماع ليجعل علة للحكم وذلك بأي طريق من مسالك العلة ولكنه خاص بالعلة للمستنبطة طيب سنختم بفرقين حتى نخرج من فروق القياس ويكون مجلس الغد في شيء آخر نعم الثالث العشرون الفرق بين تنقيح المناط ومسلك السبر والتقسيم عرفنا تنقيح المناط ما هو هو تحديد الوصف المؤثر من بين الأوصاف المصاحبة له تهذيب أما السبر والتقسيم فطريقة أخرى عند الفقهاء عندما يحاولوا إثبات الوصف المؤثر يأتي مثلا لحديث الربا البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير فيتأمل فيقول أرى أن الذي يصلح أن يكون علة إما كونها طعاما أو كونها مكيلة أو كونها قوتا وادخارا أو يحصر كل ما يمكن أن يحتمل أن يكون وصفا مؤثرا ثم ماذا يفعل؟ يحاولوا اختبارها وإبطالها واحدا بعد واحد يبطل الأول من خلال اختبار وبالدليل يثبت أن هذا الوصف ليس صحيحا وينتقل للثاني ثم الثالث وهكذا فإذا أبطلها كلها إلا واحدا كان هذا الباقي هو؟ إذن هذه يا إخوة طريقة عقلية تستخدمها حتى في التفكير المنطقي لما تحاول دراسة جدوى مسألة والاحتمالات الواردة تقرر تدخل مشروع تجاري تقرر تبني بيت تتزوج أي قرار لك في دنياك أنت تحصل كل الاحتمالات الواردة ماذا لو فتحت مشروع تجاري في هذا البلد في هذا النشاط تحديدا تحسب السلبيات الإيجابية ثم تحاول أن تحصر الخيارات المتاحة تقول لا شوف أنا إما أن أفتح مشروع تجاري يتمثل في مستشفى خاص أو في سوق تجاري أو أن أدخل برأس المال هذا مساهمة في شركة عقارية طيب تبدأ تناقش نفسك بنفسك أو مع من تستشيره فإذا حصرت أولا وهذا مهم كل الاحتمالات الواردة في الأوصاف الصالحة للتعليل ثم اختبرتها واحدا واحدا اختبارا صحيحا ثم استطعت أن تبطلها واحدا بعد واحد حتى بقي لك واحد ثبت عقلا قبل أن يكون شرعا أن هذا الوصف الباقي هو المناسب للتعليل لو قال قائل طب لا ممكن يكون الوصف المناسب للتعليل شيء سوى ما ذكرت يقول لا نحن اشترطنا في البداية الحصر أن لا يكون هناك احتمال إلا أورده فإذا فاتك شيء إذا أنت ما حصرت حصرا جيدا لما حصرنا وهذا يسمونه التقسيم ثم سبرنا واختبرنا ثبت أن الوصف الباقي هو الصالح للتعليل إذن هذا مسلك غير مسلك تنقيح المنات الوجه المشترك أن كل منهما طريق يؤدي إلى استنباط العل المؤثرة في القياس لكن هذا من طريق وهذا من طريق نعم السبر والتقسيم في الإصطلاح حصر الأوصاف في الأصل وإبطال ما لا يصلح للعلية ليتعين الباقي لهم فرق الأصليون بين مسلك السبر والتقسيم وتنقيح المناط من أوجه هي أن تنقيح المناط فيه الاجتهاد في حذف ما لا يصلح للعلية من أوصاف المحل واجتهاد في تعيين الباقي لها بينما السبر اجتهاد في الحذف فقط ويتعين الباقي للعلية من غير بحث فيه نعم الثاني أن تنقيح المناط يكون حيث دل نص على مناط الحكم ولكنه غير مهذب ولا خالص مما لا دخل له في العلية وأما السبر والتقسيم فيكون حيث لا يوجد نص أصلا على مناط الحكم ويراد التوصر به إلى معرفة العلة لا إلى تهذيبها نعم في تنقيح المناط أنت تعمل مع نص فيه أوصاف لكن في السبر والتقسيم أنت تجتهد في حصر الأوصاف ابتداء ثم تسبرها الثالث أن المنظور إليه في تنقيح المناط في قسمه الأول هو حذف خصوصية الوصف الذي دل ظاهر على عليته صريحا أو إيماء وإن كان يلزمه إلغاء الفارق أو السبر أيضا لكنه غير منظور إليه والمنظور إليه في قسمه الثاني مجرد الأوصاف التي في كل الحكم ولا يجب على المجتهد الحصر فيحذف بعضها على الاعتبار بالإجتهاد ويناط الحكم بالباقي وإن كان يلزم إلغاء الفارق والسبر والتقسيم لكنه غير منظور إليه مثل هذه الدقائق يعني لا يفهمها من لم يدرس هذه القضايا ابتداء لذلك أنا عمدت إلى التفريق المجمل وأما إدراك فقه دقائق المسائل في هذه الاصطلاحات تحتاج إلى دراسة تفصيلية لمن درس القياس ومسالك العلة على وجه التحديد نعم الرابع والعشرون الفرق بين الطردي والاضطرات ما زلنا في بعض التفريقات الأصولي المتعلقة بالقياس وسنختم بهذه الفرق هذه الليلة الطردي والاضطرات تقدم قبل قليل أن الطرد أو الوصف الطردي هو الذي يدور فيه الحكم مع العلة وجودا فكلما وجد الوصف وجدت العلة وإن أضفت العدم يعني يوجد الحكم مع وجود العلة ويعدم مع عدمها ويقولون عنها دوران الحكم مع علته وجودا وعدما على خلاف بين الأصوليين هل الطرد وجود مع الوجود فقط أو هو وجود مع الوجود وعدم مع العدم على كل حال الطردي هو الوصف الموصوف بهذا بماذا؟ بارتباطه مع الحكم فإن وجد وجد الحكم فالطردي بياء النسبة هو صفة لماذا؟ للوصف تقول الوصف الطردي طيب إذا قلت لك الطرد ما هو من غير ياء بالمصدر طرد يطرد الطرد ما هو هو المسلك هو الطريقة التي تحاول الوصول فيها إلى علة فإذا استخدمت هذه الطريقة تقول استخدمت طريقة الطرد بالمصدرية وإذا أضفت لها النسبة الطردي هذا هو الوصف تقول الوصف الطردي أما الطريقة التي تسلكها أنت فطريقة الطرد طيب الاضطراد هو مسارك العلة هو مسلك العلة الذي تسلكه للبحث عن الوصف علة وهو ما سميناه بالوجود مع الوجود والعدم عند العدم ثم تفرق بين الطرد والطردي والاضطراد في اصطلاح الأصوليين فالطردي هو كون الوصف ليس مناسبا ولا مستلزما للمناسب والطرد هو من جملة الطرق الدالة على العلية وأما الاضطراد فهو من مسالك العلة وهو ما يعبر عنه بالدوران والفرق بين الطردي والاضطراد هو أن الاضطراد عبارة عن المقارنة في الوجود والعدم أما الطردي فهو في الوجود فقط هذا على اصطلاح بعض الأصوليين يقول الاضطراد هو دوران الحكم مع علته وجودا وعدما وأما الطردي فهو وجود الحكم مع وجود العلة فقط نقف على هذا محاولين ليلة الغد إن شاء الله تعالى إتمام ما بقي من الفروق هي ستة عشر أو سبعة عشر فرقا باقية إنما طال بنا مجلس اليوم لدقائق مرت بنا في فروق تتعلق بباب القياس وأرجو أن يكون مجلس الغد كافيا لاستعاب ما بقي في هذه الفروق الأصولية أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعنا